اشتركوا في القناة اشكر جميع الاخوي اللي سألوا عني واتصلوا او بعثوا رسائل او كتبوا تعليقات او حاولوا يتواصلوا معي وبشكر كل اللي دعا واتفقدني في الايام الماضية طبعا السبب انه زي ما الجميع بعرف اني انا مرت في فترة صعبة قبل فترة صحيا اثرت علي كثير وهي سبب بنزول مناعتي والفترة هاي انا تعرضت لفيروس بسبب نقص المناعة صحيح الفيروس ممكن يكون بسيط جدا ولكن على واحد ما عنده مناعة فهو يعني صعب جدا مش سهل يمكن اللي بعانوا من امراض بالدم او كانسر وشيء زي هيك بعرفوا شو يعني نقص المناعة او مر عليهم شو يعني نقص المناعة او شو يعني انه الواحد يتعرض لفيروس في هاي الحال فهذا امر مش سهل نسأل الله ان هذا تمضي على خير اه في اشخاص طلبوا مني اني انا اتوقف عن الحلقات لحديث ما استرد عافيتي وطبعا انا اه توقفت فترة طويلة جدا عن الحلقات وسببت نوع من انواع الضجة او في ناس احتجت في ناس ما سمعت اني انا كنت مريض في ناس ما عذرت في ناس اه يعني يعني اختلفت الاسليب اه في ناس اهيدت اني انا ابتعد لفترة لحديث ما استرد عافيتي ولكن اه الوضع انه انا من طبيعتي ما بعرف اقعد وما بعرف استسلم لمرض يعني انا مرضي مرض عضال مش مرض عادي يعني مرض اي واحد من مرض فيه بطيب منه فاذا انا بدي استسلم للمرض هذا واغعد خلص يعني انتظر ملك الموت يجيني معناته يعني هيكي زي واحد بدفن حاله بالحياة فعشان هيكي انا من طبيعي اني انا ما بستسلم ويظل عندي اسرار حتى لو انا كنت تعبان اني انا لازم اعمل شيء اه كمان يكفي انه فيه اشخاص تستحق اني انا احط لها الاحترام والتقدير اه على وقفتها ومساندتها الي بالفترة الماضية وما زالت كمان مستمرة على نفس المنوال شكراً لهم جميعاً شكراً لكم جميعاً عشان هيكي يعني حاولوا انه يعني تتفهم ووضعي اول شيء اثنين يعني انه ان شاء الله اني ما بقصر معاك بشيء الا اذا صار شيء يعني مش بايدي في هذه اللحظة اجباري غصبت عني بدي امتنع او ابتعد عنكو يعني فان شاء الله انه هذا الشيء ما يصير يعني خلينا نروح لتوقعاتنا اليومية ونشوف اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء ثلاثة 11 القمر طبعاً موجود في برج الجوزاء استقر وهو في منزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول ورح ينكذ فيها حتى تمام الساعة 9 و19 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها الى منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء بالنسبة طبعاً للقمر القمر في الجوزاء زي ما حكينا وتأثيره على جميع الابراج في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حونها في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل واعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضاً الانضمام لدورة دراسية وتعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا ثلاث زوايا فلكية وعنا خبر فلكي اول زاوية فلكية هي زاوية تتليث ايجابية راح تكون بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة 12 31 دقيقة بعد منتصف الليل بتتأجج العاطفي اتجاه الجنس الاخر وبالتالي منجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاؤهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي خبر فلكي هي انتهاء تراجع عطارد اللي راح ينتهي الساعة 5.49 دقيقة مساء ولكن تأثيرات السلبية راح تستمر معناك كمان يومين او ثلاث ايام هي راح تستمر لمساء يوم 5.11 عشان هيك بتظل محتاطين من تراجع عطارد الثلاث ايام القادمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين المريخ واللي راح تكون في تمام الساعة 5 و56 دقيقة مساء فبتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين نبتن وهي راح تكون في تمام الساعة 10 و42 دقيقة مساء تجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للحدث اللي راح يصير له خلو المسار القادم راح يكون يوم 4-11 طبعا راح يبدأ ساعة 41 دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة 9 و45 مساء لا ينتقل إلى القمر لا برج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدب 18 يوم وفي تمام الساعة 44 دقيقة مساء يصبح 19 يوم ونسبة الإضاءة تكون 90% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 مزاجها سعيد بنسبة 15% القمر في الجوزاء حتى يوم 4-11 يعني لا يوم الغد طبعا هي سعيدة بنسبة 30% اما بالنسبة لعطارد في الميزان فزي ما حكينا بينتهي التراجع اليوم ولكن السلبية بتستمر لغاية 5-11 طبعا المزاج منتحس رح يستمر لفترة طويلة بسبب زوايا التربيع اللي بشكلها عطارد مع الكواكب اللي موجودة في برج الجدي وبرضو التقابل ما بينه وبين المريخ اللي برضو بيعطيه طاقة سلبية عالية فعشانك انتحاس تبتصل لتسعين في المية اما بالنسبة للزهرة طبعا في الميزان حتى يوم 21-11 منتحسي بنسبة 10% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة 35% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس يعني بنسبة بسيطة تصل 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج وبنسبة رح تكون يعني تقريبا نقدر نحكي انها 10% وامتزجه ما بين سعادة ونحوسة ما بتزيد عن هيك بلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطه في السفر والاتصالات أهم شيء انك تفاوض بثقة وجراءة وحاول الدفاع عن مواقفك وقضيتك ولكن تجنب الكلام اللاذع ممكن انك ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فباكر لاعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفاعلية والدينماكية وممكن تسمع جواب فيعجبك ما تبالغ بمصروفك برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم شيء انك تتجنبوا النفقات ابتهتم لأوضاعك المالية وبتخوض تجربة مهمة ابتمتحن موقعك وخبراتك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي وتريث حتى تتوضح الأمور وما تبالغ بمصروفك واحذر المنافقين ورتب وضعك المالي برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ابتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات كون جديا وموضوعيا في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك استطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير برج السرطان بنا للتعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم بشير القمر لركود وتأخير في سير الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الأضواء وما تختلق أعذار للهروب من المسئوليات والمهمات برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء هذه فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهم إيش أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تشارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وبتشارك بفعالية معينة برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ لا تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هذه فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت أنت جاهز برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هذه فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي بيشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية برج العقرب أدخل التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك بتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة هذه فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردي ولا تتسرع في اتخاذ القرارات فرج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة عملك تجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا تصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن تظهر هاي الفترة لقاءات طارئة مع الإخوة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة برج الحود تنهمكو بأمور إلها صلاب البيت والعائلة لا تتهرب من المسؤوليات وإن كثرت نظم موقتك بشكل جيد عشان تتفاذى أي تقصير لا تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط وممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء